أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة برنامجكم الاقتصادية أرقام وأسواق نستعرض مع حضراتكم أداء أسواق الإمارات والسلع العالمية وآخر مستجدات الشركات والأعمال والحصاد الأسبوعي لأسواق المالة العربية والبداية بأبرز العنوية اللون الأخضر يسيطر على أسواق المالة العربية خلال تعاملات الأسبوع الإمارات والسعودية تقودان البورصات العربية في يوليو بمكاسب 49 مليار دولار وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط لأعلى مستوى العام الجاري أهلا بكم من جديد والبداية من أسواق المالة الإماراتية حيث أغلق سوق أبوظبي أنمال منخفض بنسبة 0.24% عند مستوى 9879 نقطة بتدولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم فاصل 430 مليون ومن أصل 70 شركة تم تداول أسهمها اليوم ارتفعت أسهم 26 شركة بينما انخفضت أسهم 31 شركة وبقيت 13 شركة على ثبات وعلى صعيد الأسهم المرتفعة زاد سهم شركة كيول قابدة بنسبة 11% فاصل 18 ليغلق عند ثلاثة دراهم فاصل 68 بينما ارتفع سهم شركة تيران أبوظبي بنسبة 3% فاصل 65 ليغلق عند ثبعة دراهم فاصل 67 كما أغلق سهم شركة صناعات أسمنت الفجير مرتفعا بنسبة 3% فاصل 59 ليغلق عند 0.40 درهم بينما انخفض سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بالنسبة 9% فاصل 86 ليغلق عند ثمانية دراهم فاصل 50 أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.38 من المئة عند مستوى 4064 نقطة بتدولات بلغت قيمتها الإجمالية 331 مليون درهم ومن أصل 38 شركة تم تدولها اليوم ارتفعت أسهم 17 شركة بينما انخفضت أسهم 15 شركة وبقيت 6 شركات على ثبات وارتفع سهم بنك السلام بنسبة 3% فاصل 88 يغلق عند درهم فاصل 87 كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطنية بنسبة 3% يغلق عند 16 درهم فاصل 80 وأيضا ارتفع سهم شركة الفردوسة القابدة بنسبة 2% فاصل 18 يغلق عند 0.60 درهم بينما أغلق سهم شركة اكتتاب القابدة منخفضا بنسبة 3% 33 عند 0.29 درهم ننتقل إلى الحصاد الإسبوعية فعلى مستوى الأداء العام للأسواق العربية فقد سيطر اللون الأغدر على معظم مؤشرتها خلال جلسات الأسبوع وتسجل المؤشر الرئيسي للسوق المصري EGX30 خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 1.48 وجاء سهم شركة مصر الجديدة الإسكاني والتعمير في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 11.29 بينما تصدر سهم شركة كونتاكت المالية القابدة قائمة الأسهم الأكثر انقفاضا بنسبة 9% وأما من دولة الإمارات فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.97% وجاء سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 15% بينما تصدر سهم هيل القابدة قائمة الأسهم الأكثر انقفاضا بنسبة 8.95% كما أنهى مؤشر سوق دبي الأسبوع على انقفاض بنسبة 0.41% وجاء سهم شركة اكتاب القابدة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 14.72% بينما تصدر سهم شركة المزايا القابدة قائمة الأسهم الأكثر انقفاضا بنسبة 10% بينما أغلق المؤشر العام للسوق السعودية تاسي الأسبوع على ارتفاعا بنسبة بلغت 0.43% وجاء سهم شركة الاتحاد التأمين التعاونية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 9.99% فيما تصدر سهم شركة الوطنية للتنمية الزراعية قائمة الأسهم الأكثر انقفاضا بنسبة 10% فيما أنها مؤشر سوق الكويت الأسبوع على تراجع بنسبة 0.92% وجاء سهم شركة أولاد علي الغاني من السيارات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 4.58% بينما تصدر سهم شركة ميزانا القابدة قائمة الأسهم الأكثر انقفاضا نسبة 3.35% على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال تصدرت أسواق المال الإماراتية والسعودية البورصات العربية خلال تدولات شهر يوليون ماضي بعد تحقيقهما مكاسب سوقية نهزت 49 مليار دولار وفق صندوق النقد العربية وذكر الصندوق في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية والتي ترصد أداء 14 بورصة أن أسواق الإمارات حققت الشهر الماضي مكاسب سوقية بقيمة زادت على 20 مليار دولار فيما حقق السوق المالية السعودية حققت مكاسب سوقية بنحو 28 مليار دولار وأوضحت النشرة أن بورصة الكويت حققت مكاسب بنحو 4.2 مليار دولار حققت بورصة مصر مكاسب سوقية تجاوزت 922 مليون دولار ولفتت النشرة إلى أن مكاسب البورصات العربية بلغت 71 مليار دولار في الشهر الماضي ليرتفع رأس مالها السوقية إلى 4.4 تريليون دولار في نهاية يولو الماضي وعلى صعيد نتائج الأعمال انخفضت أرباح شركة سالك المدرجة في سوق دبي المالي إلى 547.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2023 قياسا بأرباح قدرها 796 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تسجيل مصر الرسوم الامتياز بقيمة 227 مليون درهم وتسجيل تكاليف التمويل بقيمة 115 مليون درهم مقابل شيء خلال نفس الفترة من العام السابق إلى ذلك ارتفعت أرباح شركة أبوظبيا الوطنية للتأمين إلى 204 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام مقارنة بأرباح قدرها 177 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي إرادات الاستثمار بنسبة 79% لتصل إلى 110 مليون درهم مقابل 62 مليون درهم خلال نصف الأول من العام الماضي أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والمعدن النفيسة والعملات الرقمية وارتفعت أسعار النفط بنسبة 0.70% يسجل سعر العقودة الفورية لخام برينت 86.97% للبرميلة الواحد وزدت أسعار النفط واستطقي من المستثمرون توقعات الطلب المتفائلة الصادرة عن منظمة البلدان المصدر البترول أوبيك ومتابعة بيانات اقتصادية متبينة من الصين إلى ذلك رفعت الوكالة الدولية للتاقة توقعتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى أعلى مستوى سجله على الإطلاق ليصل إلى 102 مليون برميل يوميا وفق ما جاء في تقريرها الشهرية الصادر أمس الجمعة أما على مستوى المعدن النفيسة فقد ارتفعت أيضا أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة طفيفة بلغت 0.15% عند 1951 دولار للأوقية وزدت أسعار الذهب في تدولات الجمعة لكنها تقترب من أدنى مستوياتها في شهر وذلك بعدما ارتفع التدخم في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال يوليو وعلى صعيد العملات الرقمية فقد تراجعت عملة البيتكوين بنسبة طفيفة بلغت 0.20% لتظل فوق مستوى 29.447 دولار واستقر أداء العملات المشفرة خلال تدولات الجمعة لتواصل البيتكوين تداولها دون 30 ألف دولار مع تزايد التوقعات بأن الإحتاطية الفيدراري قد يتوقف عن رفع الفائدة هذا العام عزاء المشاهدين انتظرون بعض الفاصل مع ضيف أرقام وأسواق الأستاذ محمود عطى مدير الاستثمار بشركة يونيفرسل لتداول أوراق المالية للحديث عن أداء الأسواق العربية والعالمية خلال الأسبوع انتظرونا اشتركوا في القناة 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 كنتائج أعمال نصفية وبالتالي هنا تم توجه السيولة تجاه البورصة المصرية أو بعض الأسهم تحديدة داخل البورصة المصرية سواء عن طريق تنفيذ بعض الصفقات داخل البورصة المصرية أو عن طريق أعمليات شراء داخل السوق أو داخل البورصة المصرية ضعبوا طبيعي جداً لابتناص الفرصة في مثل هذه الوقت وفي زل معدلات التدخم المرتفعة وخياصة بالقوى المالية لهذه الشركات التي تندلق بها وما زالت تتداول بأسعار أقل من قيامها العدل بكثير النهاردة أنا بقارن بنفس الفرص لنظيرتها في الأسواق المحيطة وبالتالي كان هناك أو هذا هو السبب الرئيسي للتوجه الشراء من قبل المؤسسات العربية منذ العام الماضي وكذلك المؤسسات المصرية على ذكر اقتناس الفرص برأي حضرتك هل هناك تركيز على اقتناس الفرص بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ يعني إحنا لاحزنا منذ ثلاث شهور تقريباً وهناك نشاط ملحوظ ما كانش بيحدث أثناء الفترة الماضية بالنسبة للمؤشر السبعيني أو الشركات الأسهم الصغيرة والمتوسطة القوية مالية تحديدة هو هناك في يوجد فرصة للقبل بعض المؤسسات أو بعض المستثمرين الأفراد لاقتناص الفرصة بالنسبة لأسهم الصغيرة والمتوسطة القوية مالية تحرك المؤشر السبعيني وصل لمستويات تاريخية قربت من 3.750 نقطة بأداء إيجابي لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة ولكن أيضاً هذا الأداء الإيجابي لم يشمل جميع الأسهم الصغيرة والمتوسطة بل كان هناك اقتناص لبعض الفرص تحديداً بالنسبة لأسهم الصغيرة والمتوسطة ولكن أنا أتوقع بقى أن الفترة الجاية بإذن الله أنه هيكون العامل الرئيسي أو النشاط الملحوظ هيبقى داخل الأسهم الصغيرة والمتوسطة القوية مالية التي لم تلحق بقطار صعودة المؤشر التلاتيني أتوقع أن المؤشر السبعيني أو تحديداً الأسهم الصغيرة والمتوسطة القوية مالية قد يكون فيها فرص إيجابية جداً كثير من الشركات المدرجة تحت المؤشر السبعيني محققة نتائج أعمال إيجابية جداً نصفية ولسه ما زالت تكتمل إعلان نتائج الأعمال النصفية وبالتالي أنا أتوقع أن يكون هناك بعض الفرص أيضاً واستمرار لاقتناص الفرص داخل المؤشر السبعيني خلال الفترة القادمة بل بالعكس قد يكون التلكيز والأداء الإيجابي الأقصر قوة داخل هذه الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي لم تتحرك خلال الفترة الماضية ده أنا أتوقع أن يكون خلال هذا الربع من العام إن شاء الله سؤال محمود إرادات السياحة بمصر تجاوزت 10 مليار دولار بنهاية تشرين واثنين وعشرين رأي حضرتك ما تأثير تلك الإحصائيات على أداء القطاع بالبورصة؟ يعني يمكن يعني خلينا نقطة الأسهم المدرجة داخل قطاع السياحة بالنسبة لبورصة المصرية هي أسهم قليلة لغاية لن يعني نعتعدادها لايه وتجاوز أربعة أو خمس أسهم فقط ولكن إرادات السياحة بالنسبة العام الماضي هي إيجابية جداً وصلنا لحوالي 10.7 مليار دولار بمعدلات نمو قريباً تجاوزت المية في المية بل قد كمان إعلان إرادات السياحة 2023-2024 قد تكون زيادة أو أضعف هذا الرقم كان هناك تحرك لحد ما لبعض الأسهم المدرجة داخل هذا القطاع بالبورصة المصرية تحرك إيجابي جداً أثناء جلسات الأسبوع الماضي وأتوقع أن تستمر هذا التحرك الإيجابي الخاص بهذه الأسهم القليلة المدرجة بالنسبة لقطاع السياحة داخل البورصة المصرية ولكن كان هناك فعلاً تحرك إيجابي خلال الأسبوع الماضي لبعض هذه الأسهم وأتوقع استمراريتها لأنه ده واضح حرارتاج أعمالها معدلات النمو الإيجابية والأعداد أو يعني النسب التشغيل العالية لتفنادق التبيع لهذه الشركات المدرجة داخل البورصة المصرية وبالتالي أتوقع أن يشهد قطاع السياحة أو الشركات القليلة الموجودة داخل البورصة المصرية مزيد من الأداء الإيجابي وأرقام إيجابية خلال الفترة القادمة يعني داخل البورصة المصرية والأرقام مباشرة جداً بالنسبة للأرقام السياحة داخل كمان العام القادم أو إعلان عشرين، تلاتة وعشرين، اربعة وعشرين قد تكون أرقام إيجابية جداً أو متوازة أو يعني تقترب من حاجزة 16 مليار دولار إن شاء الله خلال الفترة القادمة إن شاء الله كنت تابعنا أستاذ محمود خلال الأسبوع الماضي في صاح الشركات عن نتائج متبينة برأيك ما هي أبرز القطاعات التي ستعلن عن أرباح نصفية قوية؟ يمكن يعني سابقاً هنا كنت تحدثنا عن بعض القطاعات ويمكن فعلاً في قطاعات من حقاقة نتائج إيجابية جداً كأداء سهل وكنتائج أعمال نصفية يمكن أهمهم أو على رأسهم قطاع البتركوميوات والأسمية يحقق أو يحقق أداء مالي قوي جداً على مستوى الشركات يصرف عوائل دورية إيجابية جداً متوقع أيضاً أن يتم الاستمرار في هذه معدلات النمو يمكن قطاع الأدوية كمان الذي لم يتحرك داخل البورصة المصرية هناك نتائج أعمال إيجابية للغاية هنجد أيضاً أن قطاع الأغذية التي تندرج تحته كثير من الشركات داخل البورصة المصرية هناك معدلات نمو في نتائج الأعمال النصفية منها أعلن ومنها قد يعلن خلال الفترة القادمة بحقق معدلات نمو إيجابية جداً هنجد أيضاً أن قطاع المصرفي ما زال محافظ على مستوى أو معدلات النمو في نتائج الأعمال قد يكون له فرصة إيجابية جدا كفرص استثمارية كطاع الخدمات المالية الغير مصرفية خلينا وضح لحردك أستاذ رهام غالبية القطاعات المدرجة داخل البورصة المصرية بها شركات ما زالت قياسا بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ما زالت رخيصة جدا وما زالت تتداول بأسعار أقل من قيام العدل بكثير وهنا المبنيج نقرر الفرصة الاستثمارية بمبص على الأسواق المحيطة هناك اندفاع في كثير من الأسهم ممثلها داخل البورصة المصرية لم تتحرك أو لم تشهد أرقام كبيرة خلال الفترة الماضية وبالتالي ما زال فيها فرص إيجابية ما زال فيها فرص وعيدة كمان للصعود ولكن هنلاحظ مثلا أن المؤشر الرئيسي البورصة المصرية تضخم شوية ووصل لمستوى 18 ألف نقطة ولكن خلينا برضو نوضح ووصل لمستوى 18 ألف نقطة لأن البنك التجالي الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر تحرك منذ 6 شهور تقريما من مستوى 25 جنيه مرورا لمستوى 50 جنيه وبالتالي كانت أصر الارتفاعات كبيرة للمؤشر الرئيسي البورصة المصرية ولكن هذه الارتفاعات أو الموجة الصعود التي تناولت المؤشر الرئيسي البورصة المصرية لم تتناول لمية الأسهم داخل البورصة المصرية وبالتالي هناك فرص تندرج في كثير من الأسهم في قطاعات كثيرة تحت البورصة المصرية يمكن أهمهم من اللي أنا أشعر أحضرهم لحضرتك قطاع البصرفي قطاع الأخذية والأدوية قد يتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة قطاع الخدبات البالية الغير مصرفية وقطاع البتر الكميوات والأسماد خلينا نعرف من حديك أستاذ محمود أكتر أو لو تطلعنا على التوقعات الأسبوعية لأداء البورصة لسيما بعد تصريح وزير المالية أن وكالة مودز أبدت تفاهما لما بيواجه الاقتصاد المصري من صعوبات خلينا نوضح لحضرتك ما تعيشوا البورصة المصرية خلال الفترة الماضية يمكن أنا قلت لحضرتك هناك ما زالت حالة عدم يقيم داخل البورصة المصرية من قبل جميع المستثمرين هناك من يقتنس الفرصة داخل البورصة المصرية في ظل هذه الأسعار ولكن المشهد الاقتصادي المرتبك عالميا والمتأثرين بيه داخليا مسيطر ووص يعني هناك وصور المستثمرين لحالة عدم يقين وهذه الحالة مربوطة بماذا سيحدث بالنسبة لسعر صرف الجنيه تحديدا خلال الفترة القادمة ولكن على يعني أو بصفة عامة البورصة المصرية يعني كان هناك عامل مؤثر في تحركها خلال الفترة الماضية وهي عملية التعويم أو تحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار ولكن الفترة القادمة قد تشهد البورصة المصرية أو قد يكون العامل والدعم الرئيسي لها خلال الحرقة يمكن النهاردة كان هناك تصريح من قبل وزير الملائك خاصة يعني بتصنيف موديز أو هم نبتدوا أتفهموا الوضع الاقتصادي يمكن الصعب شوية أو الفجوة الدولارية الموجودة ولكن أنا أرى أن خلال يعني أشهرين القادمين ومع استقرار عملية سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ومع التحول أيضا إلى بيئة أو سياسة التأسير النائدي هيكون فيها فرصة كبيرة جدا لحدوث انفراجة خاصة بالفجوة الدولارية الموجودة داخل الاقتصاد المصري وبالطبع ده يأثر على أنشطة وقطعات كتيرة داخل المصري في الفترة القادمة استأذنك في فاصل قصير ثم نعود لتحيير أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية والعالمي مشاهدينا الكرام نطلع في فاصل قصير ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى اشتركوا في القناة ورجعنا حضراتكم بعد الفاصل لعزائي المشاهدين مرة أخرى وبرحب ديف الكريم أستاذ محمود برحب بحضرتك مرة أخرى خليني أنتقل معك أو أبدأ معك من تحليل أو أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية وأبدأ معك من سوق أبوظبي المالي كان شاهدنا أنه هو فقد مؤشره اليوم المستوى 9900 نقطة ما تحليل حضرتك لأداء السوق؟ يعني خلينا أوضح كده لحضرتك أداء مؤشر سوق أبوظبي خلال شهر يوليو وما تم داخل سوق أبوظبي خلال شهر يوليو كان هناك أداء إيجابي جدا خاصة بسوق أبوظبي لأوراق المالية خلال شهر يوليو صعد المؤشر الرئيسي لمؤشر سوق أبوظبي ما يقترب من حوالي 2.5% تقريبا في الأداء في العموم كان النتائج الأعمال النصفية يعني دور مؤثر ورئيسي في الحركة الإجابية التي شاهدها مؤشر سوق أبوظبي وخصوصا بعد المرحلة العرضية والفترة العرضية الطويلة التي استمر فيها منذ شهرين تقريبا بين مستوى 9400 نقطة لمستوى 9800 نقطة أو 600 نقطة تقريبا ليصل بالنسبة لمؤشر سوق أبوظبي ويقترب من حاجز 10.000 نقطة كان من أهم الدعائم للحركة الإجابية داخل مؤشر سوق أبوظبي تحديدا وهي قطاع أو الأداء الجيد للقطاع المالية وقطاع العقارات وقطاع الصناعة وقطاع الطاقة والاتصالات كان لهم دور إيجابي جدا في الحركة التي تمت داخل مؤشر سوق أبوظبي تحديدا يمكن جلسة اليوم أغلقت على حبوط طفيف عند مستوى 9879 نقطة ولكن الأداء بصفة عامة خلال شهر يوليو كان إيجابي جدا داخل سوق أبوظبي تحديدا كان من أهم الدعائم التي ساهمت لذلك أقول لحضرتك الأداء القوي أو نتائج الأعمال النصفية كمان للقطاع المصرفي ويمكن أوضح لحضرتك إحصائية كده داخل قطاع المالية بالنسبة لسوق أبوظبي هناك 8 بنوك مدرجة داخل سوق أبوظبي الأوراق المالية حققت معدلات نمو إيجابية جدا في نتائج الأعمال النصفية يمكن النسبة تقريبا قربت من 55% كمعدلات نمو حققت ما يقرب من 16.3 مليار درهم مقارنة بعشرة فصلة 7 مليار درهم جاءت على رأسهم بنك أبوظبي الأول بمعدلات نمو تاريخية وبنتائج أعمال نصفية تاريخية قربت من 8.1 مليار درهم جاءت ثم تأتي بعد كده أو في المرتبة التانية بنك أبوظبي التجاري بتحقيق 3.8 مليار درهم بمعدلات نمو بلغت نسبة 25% تقريبا وبالتالي الأداء أو نتائج الأعمال النصفية كانت أحد الدعائم بالنسبة للمؤشر سوق أبوظبي أن يحقق أداء إيجابي خلال شهر يوليو وأن يحقق بعض جلسات أو بداية لجلسات شهر أغسطس أداء إيجابي ولكن اليوم حدثت بعض الأعمال التصحية أو العمليات التصحية وده أمر عادي جدا وأمر طبيعي جدا بعد الأداء الإيجابي الجيد جدا هناك تحرك كمان تم داخل بعض الأسهم بنسبة ارتفاعات إيجابية جدا يمكن على رأسها بنك أبوظبي الأول خلال شهر يوليو صعد بنسبة 7% تقريبا هيأتي في المرتبة الثانية بنك أبوظبي التجاري صعد بنسبة 5% تقريبا هنجل إن هناك بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة سهم أدنك للغاز صعد بنسبة 12.5% خلال شهر يوليو بأداء إيجابي جدا يمكن شركة أدنك كمان للحفر صعدت بنسبة 10.5% على صعيد قطاع العقاري هنجل إن سهم ضر العقارية صعد بنسبة قربة من 3% تقريبا أثناء شهر يوليو هنجل إن هناك شركة رأس الخيمة العقارية صعدت بنسبة 32% تقريبا خلال شهر يوليو وبالتالي الأداء كان إيجابي جدا خلال شهر يوليو يمكن أهم الدعاء متحدست هنا فيها سابقا للحركة الإيجابية المؤشر سوق أبوظبي بعد هذه المرحلة العرضية وهي النتائج الإيجابية والأساسيات الاقتصادية القوية للاقتصاد الأمارات يمكن لاحظنا يعني أوبك أصدار التقرير كان إيجابي جدا ويشير إلى مدى الدعم والنشاط الملحوص بالقطاع الغير نفطي داخل أبوظبي أو داخل دولة الأمارات عمتا كل هذه الدعاء يمكن قدت لعودة سريعة للأداء الإيجابي لمؤشر سوق أبوظبي الأوراق المالية واقترابه بمستوى العشر تلاف نقطة أتوقع يعني بنسبة المؤشر سوق أبوظبي حتى لو حدثت بعض الأعمال التصحية والاقتراب من مستوى 9800 نقطة أن يعاود أيضا الارتفاعات وأن يستطيع كسر حاجز المستوى التاريخي 10400 نقطة أثناء هذا الربع من العام بنعم من استقرار أسعار النفط ده رقم واحد وده عامل مهم جدا الاستمرار نحو الخطة الإيجابية في الترحات سواء الأولية أو الغير أولية أو الحكمية والجنح الحكمية التي تمت داخل سوق أبوظبي وحققت أرقام إيجابية تاريخية جدا يمكن صنفت سوق أبوظبي الأوراق المالية هو الأول من حيث قيمة الترحات ومؤخرا أذنك للإمداد والخدمات اللي اقتنصت حوالي أو اللي جمعت حوالي 770 مليون دولار كأهم الترحات التي تمت خلال 6 شهور داخل المنطقة وبالتالي لا تزال أيضا للنظرة الإيجابية خاصة بمؤشر سوق أبوظبي الأوراق المالية أتوقع أن يعاود الأداء الإيجابي حتى لو انحدثت بعض الأعمليات التصحية وأن يستطيع قصر المستويات التاريخية بدعم زي ما بقلت لحضراتك كده الاستقرار أسعار النفط خلال الفترة القادمة التجاه والخطة المستمرة نحو تدعيم القطاع غير نفطي داخل سوق أبوظبي كان هناك أيضا القطاع العقاري وتحقيق حجم تعاملات أكثر من 46 مليار درهم ناعم لحركة قطاع العقاري خلال الفترة الماضية وبالتالي النظرة تزال إيجابية هناك بعض الأسهم الصغيرة أيضا داخل سوق أبوظبي داخلت ضمن مؤشر MSCI مثل سهم طيران أبوظبي ومثل الخليج للملاحة وده أيضا يدول ترجمة ما يحدث داخل سوق أبوظبي أو داخل اتصاد الإماراتي عم أتا على ذكر القطاع العقاري أستاذ محمد رأيك هل ينعكس التزايد الملحوظ بالمبيعات العقارية بدبي وأبوظبي إيجابيا على نتائج الشركات المدرجة نهاية 20-23؟ يمكن ده بالفعل التلجم في نتائج الأعمال النصفية أو تم إعلانها خلال الفترة الماضية الجزء اللي تم إعلانه منه إحنا زي ما بقول لها حاجة لك هناك عوامل هامة جدا أثرت في حركة قطاع العقاري داخل الإمارات عمتا أو داخل تحديدا أبوظبي ودبي ويمكن من هذه الأهم العوامل اللي عامت من ده يمكن رقم واحد وهو زيادة يعني الإجارات أو موسم الإجارات داخل دبي تحديدا وداخل أبوظبي ده عامل مهم جدا هنجد أن هناك بيضا بعض العوامل الثقة للمستثمرين وبيئة الاستثمارية النجاحة وتملك الأجنب للشركات كان من أهم الدعائم لتحقيق أرقام للقطاع العقاري إيجابية جدا داخل دولة الإمارات وبالتالي أنا أتوقع أن يترجم دوت كأسعار أسهم مدرجة بالنسبة للقطاع العقاري داخل مؤشر سوق أبوظبي وداخل مؤشر دبي خلال الفترة القادمة إن شاء الله باعتقادك أستاذ محمود هل سيظل مؤشر سوق دبي فوق مستوى 4000 نقطة ويستمكن مؤشر أبوظبي من تجاوز 10 000 نقطة بالنسبة للمؤشر سوق دبي هتطلعك كده على بعض الأداء الإيجابي اللي تم خلال الفترة المباية مؤشر سوق دبي حقك أداء الإيجابي جدا يمكن هو الأقصر ارتفاعا بالنسبة لأسواق المنطقة بالنسبة منذ بدأة العام بالنسبة تجاوزة الـ 22% كان من أهم الدعائم لهذه الحركة ويمكن توقعنا هنا سابقا أن يستطيع مؤشر سوق دبي اختراق مستوى لـ 4000 نقطة خلال هذا الربع من العام وبالفعل اختراق بمستوى لـ 4070 نقطة يمكن اليوم 4069 نقطة بدعم من أيضا النشاط الملحوظ والأداء الإيجابي جدا للقطاع المالية بدعم من الأداء الإيجابي جدا للقطاع العقاري وقطاع المرافق وبدعم من قطاع الصناعة هناك بعض نتائج الأعمال الإيجابية جدا النصفية الخاصة بـ 5 بنوك داخل دبي محققة معدلات نمو 93% حققت ما يقرب من 21 مليار درهم مقارنةً بـ 11 مليار درهم من معدلات نمو بلغت 93% تقريبا على رأسها بنك الإمارات دبي الوطن الذي صعد كسعر سهم ما يقرب من 15% وحقق نموه في نتائج الأعمال النصفية 130% حقق ما يقرب من 12.3 مليار درهم مقارنةً بـ 5.7 مليار درهم خلال العام الماضي وبالتالي كل المؤشرات بتتجه مع نشاط القطاع العقاري مع نشاط القطاع السياحي والطرفية نحو استقرار مؤشر سوق دبي فوق مستوى الـ 4000 نقطة خلال الفترة القادمة وده أيضا هيكتمل مع الإدراجات اللي بتتم هناك أيضا خطة موضوعة داخل سوق دبي أن يصل رأس المال السوقي لقرابة التريليون درهم خلال 3 سنوات كل هذه الدعام والخطة المسبقة اللي اتحطت وتحدثنا عنها منذ عام تقريبا لوصول أو زيادة أحجام التداول داخل دبي كل هذا تحقق على أرض الواقع نتاج الأعمال النصفية للقطاع العقاري دعمت من هذا الصعود وثبات المؤشر فوق مستوى الـ 4000 نقطة أتوقع خلال هذا الربع من العامة الاستقرار فوق مستوى الـ 4000 نقطة ده أيضا يعني برضو هناخد في الحزبان المشهد المرتبخ اقتصاديا عالميا وهناك تخفيض للتصنيف الاقتماني داخل بعض البنوك بالنسبة للولايات المتحدة ولكن هنلاحظ أن الأسواق الأمراضية هناك يعني زي حالة استقرار سبات في حالة اندفاع فيه هناك برضو يعني أرقام كده هطلع برضو حضرتك عليها هناك صوفي مشتريات أجانب غير عرب داخل سواء سواء أبو ظاب الأوراق المالية بل اقتصاوفي المشتريات 494 مليون درهم خلال الشهر أو شهر يوليو وداخل مؤشر أو داخل دبي ما يقرب من 534 مليون درهم ده يدل إن هناك نظرة إيجابية داخل الاقتصاد الإماراطي عامة أو هناك حالة مأمن للاستثمارات وتوجه المستثمرين نحو الأسواق الإماراطية وتحديدا سوء أبو ظابي وسوء دبي وبالتالي أيضا أنا أتوقع أن يستقر خلال هذا الربع من العام بدعم أو مع ترقب أسعار النفط مؤشر سوء أبو ظابي فوق مستوى العشر تلاف نقطة خلال هذا الربع من العام إن شاء الله إن شاء الله تقل معك أستاذ محمود لأسعار النفط العالمية ربما رأينا بتؤثر أسعار النفط العالمية المرتفعة هذا الأسبوع على اتجاهات أسواق المنطقة برأيك إلى أين تتجه؟ يعني بالنسبة لأسعار النفط هناك بعض المحددات التي تحكم في أسعار النفط خلال الفترة القادمة أو تحكمت في الصعود التي تم خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط أسعار النفط تقريبا لـ 87 خام برين في 87 دولار وده لي عدة أسباب أو عدة عوامل يمكن أهولها رقم واحد الطلب المتزايد على رحلات الجوية خلال موسم الصيف الطلب المتزايد على الطاقة لتوليد أو محطة توليد الطاقة القهربائية رقم ثلاثة وده عامل مهم جدا هناك نشاط ملحوظ بقطاع البترو الكيمويات داخل الصين وصين تمثل أو تمحو نحو 70% من حجم الطلب على الطاقة وبالتالي كل هذه العوامل نعمت من سعود أسعار النفط خلال الفترة الماضية ووصوله واغترابه بمستوى 87 دولار المشهد برضو المرتبط اقتصاديا يجعلنا ننظر حول هذه المنطقة ما بين مستوى التسعين للخمسة وتمانين دولار بالنسبة لأسعار خام برين ماذا سيحدث في المشهد الاقتصادي هناك توقعات بحدوث أو بدخول مرحلة ركود اقتصادي خلال عام عشرين واربعة وعشرين هناك برضو استنبار في بيئة الفائدة المرتفعة ولا توقع بالنسبة من كامل الفدرال الأمريكي ولا توقع أنه يعني اقتربنا من نقطة هامة جدا أنه يعني نبتل نتحول نحو سياسة تيسير النهدي والانتهاء من فترة تجديد النهدي كل هذه العوامل سوف تتحكم في أسعار النفط خلال الفترة القادمة وبالتالي أنا أرى خلال يعني أو المدى المتوسط أن تستقر أسعار النفط ما بين مستويات التسعين دولار لحتى التمانين دولار ده خلال حال أقل لهذا الربع من العام أو مع انتهاء هذا الربع من العام هل تتجه أسعار الذهب نحو تسجين مستويق قياسية جديدة؟ برضو بالنسبة لأسعار الذهب هناك بعض المحددات خاصة بالمشهد الاقتصادي العالمي هي التي تتحكم في أسعار الذهب هناك زي ما قلت الحضرية الكلاة توقع بانتهاء بيئة التشديد النهدي أو بيئة الفائدة المرتفعة وده هيأثر بالإجاب على أسعار الذهب وقد تعاود ارتفاعتها مرة أخرى على المقيد أو على العكس هل تجد أن هناك أيضا بعض التوقعات وحالة التخاوف من دخول مرحلة الرقود الاقتصادي وده هيجعل الطلب متزايد على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة العالمية وبالتالي أتوقع أن يتم بعض العمليات الارتدادية صعودا طبعا بعد الهبوط اللي تم من مستوى 2050 دولار ووصولا لمستوى 1910 دولار أتوقع أن يتم الارتداد وتم فعلا لـ 1960 دولار وأتوقع أن يقترب من حاجز الـ 2000 دولار ولكن على المدى القريب أو على المدى خلال الفترة القادمة أتوقع أن يتم أيضا الاستقرار نحو هذه القنوات السعرية ما بين 2000 دولار حتى 1900 دولار حتى تهدح الرؤية الخاصة بالمشهد الاقتصادي العالميا ماذا سيحدث؟ ماذا؟ هل بيئة التجديد النقلي سوف تنتهي في القريب العجل؟ ماذا سوف يشهد الاقتصاد خلال الفترة القادمة؟ أستاذ محمود أنا بشكرك جدا شكرا جزيلا بنشكر الأستاذ محمود عطى مدير الاستثمار بشركة يونيفيرسل لتداول أبراق المالية شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام بشكركم لحسن المتابع وإلى لقاء الأسبوع القادم مع أرقام وأسواق تحية لكم ريام الدويك دمتم في أمان الله